اشتركوا في القناة المؤسسات وعدد الشركات الأجنبية أو التي يملك الأجانب جزءا منها التي حصلت على دعم من تمكين بالإضافة لتوجيه سؤال حول الخطط والبرامج التي يقدمها صندوق العمل تمكين للمواطنين والأفراد والمؤسسات وفي بند المشاريع بقانون تم استعراض عدد من التقارير المقدمة من لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية وقرر المجلس الموافقة على رد التقرير إلى اللجنة لمدة شهر لمزيد من الدراسة هذا وتضمن بند ما يستجد من أعمال عددا من الاقتراحات برغبة جاء ابرزها التوسع في تطبيق العقوبات البديلة بزيادة عدد طلبات استبدال العقوبة وفرض معايير خاصة لتصريح مهنة التوصيل على العمالة الأجنبية وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراحات برغبة بصفة الاستعجال على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال وقرر الموافقة عليها وإحالتها إلى الحكومة كانوا أكثر من 13 ألف مستفيد من هذا البرنامج ومن الأمور الإيجابية التي وجدتها خاصة بالنسبة لدعم برنامج تمكين للترقي في الوظيفة الذين استفادوا من هذا البرنامج أكثر من ألف وواحد واربعين معنى ذلك أن هؤلاء الذين استفادوا أو ما زالوا في هذا البرنامج إذا تخرجوا وأنهوا هذا البرنامج يستطيعون أن يمسكون أماكن أو مناصب قيادية في الشركات وفي المؤسسات ويكونون نواة لبحرنة الوظائف في القطاع الخاص هذا المقترح على أساس تحفيز أكثر للمواطني البحرين للعمل والدخول في القطاع الخاص تسهيل إليهم الحصول على يومين إجازة أسبوعية من خلال التعديل للمواد القانونية الموجودة في هذا القانون أنا أعتقد سيحفز المواطن البحريني ويساوي كذلك القطاع الحكومي والقطاع الأهلي بالنسبة للموظفين لا ننسى أنه جرت العادة في بعض القوانين والتعديلات التي أجرتها حكومة مملكة البحرين عليهمOn ترجمة نانسي قنع